مجلس النواب مجلس النواب الرسمي والشعبي مشددة معاليها أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لا تنسى المواقف المشرفة لدولة الكويت الشقيقة تجاه مملكة البحرين على جميع الأصعدة من جانبه أشاد معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بما يربط القيادتين الحكيمتين في البلدين من أواصر أخوية تاريخية متميزة ووثيقة اليوم تشرفنا بزيارة أخي الفاضل معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى مملكة البحرين وهذه كانت ترجمة فعلية وواقعية لمدى العلاقة المتينة لتربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا أخوة أشقاء دائما في ترابط وتعاون وتنسيق مستمر في شتى المجالات وعلى المستوى التشريعي أيضا كمجلسين برلمانيين نحن دائما في تنسيق في جميع مواقفنا الثابتة والراسخة وخصوصا في المؤتمرات الدولية دائما في تنسيق واتفاق مسبق في كل المواقف وأيضا تباحثنا حوالين توطيت هذه العلاقة وأخذها إلى مستويات أعلى ولله الحمد كنا وما زلنا وسنستمر في تعاون إن شاء الله قوي ووطيد ونعزز هذا إن شاء الله بشكل مستمر أشكر سمو ولي الأهد الذي تشرفت بلقاءه اليوم على كل الكلمات التي تفضل بها وهذه ما هي غريبة عليه ولا غريبة على أهل بحرين كما أتشرف في العادة بزيارة مجلس النواب البحريني والالتقاء بأختي الفاضلة رئيس مجلس النواب البحريني وبالأخوة الأفاضل أعضاء البرلمان وعندما أكون في البحرين في حضرة الأخت الفاضلة رئيس مجلس النواب البحريني فأشعر في أنني كأنني في الكويت فلا فرق بين الكويت والبحرين والعلاقات المميزة التاريخية بين البلدين الشغيغين على جميع المستويات قيادة وحكومة وشعبا وعلى المستوى البرلماني هي فعلا علاقات ثنائية يحتذى بها وقدوة لأي بلدين شغيغين أهل البحرين شهادتنا فيهم مجروحة ولا فرق بين أهل البحرين وأهل الكويت وما نقول إلا أنعم الله عليكم وكثر خيركم ودائما تخجلونا بحفاوتكم وبكرمكم ودائما نشعر ونحن في البحرين أننا بين أهلنا في الكويت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة وأن لا يفرقنا ويجمعنا جميعا في الخليج العربي لنكون يدا واحدة في مواجهة كل هذه التعديات ترجمة نانسي قنقر